بمناسبة يوم التأسيس هذه رشفات تتعلق بالتأسيس ويوم التأسيس للمملكة العربية السعودية على بركة الله كلمة عن كلمة التأسيس عن هذه المادة أولا الأس والإس والأس مثلثة بمعنى والأساس والأسس البناء وأصل كل شيء ثانيا الأس بالضم وحده من غير تثليث هو قلب الإنسان قالوا لأنه أول ما يتكون في الرحم والتأسيس بيان حدود البيت ورفع قواعده والذي رفع قواعد المملكة بعون من الله وتوفيق وأسس حدودها هو الملك عبد العزيز طيب الله ثراه نقول السعودية أم السعودية نقول السعودية بالضم نسبة إلى سعود تمام إمارة أم أمارة؟ إمارة أم الأمارة فهي العلامة وزارة أم وزارة؟ وزارة بالكسر لدلالتها على العمل كالتجارة والصناعة والفلاحة وبعضهم أجازة الفتح وجعل ذلك من باب السعادة والعدالة ونحوهما لجنة أم لجنة؟ لجنة بفتح اللام الخدمات أم الخدمات؟ الخدمات هو الصحيح ولك أن تقول الخدمات ولك أن تقول الخدمات وهكذا في فقرة وفقرات 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 وكل ما كان من هذا الباب أما الخدمات فلا يجوز وفي هذا يقول ابن مالك والسالم العين الثلاث سمن أن الاتباع عين فأهو بما شكل إن ساكن العين مؤنثاً بدا مختتماً بالتائي أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلاً قد روه فهذا طبعاً هو الأول فيه ليس بمفتوح ويقول سكن التالية غير الفتح بخلاف تمره مثلاً يقال تمرات لا يقال تمرات تأسست أم أسست؟ أسست هذا هو الأصل وهي اللغة الفصيحة ومن قال تأسست فهو مقبول أيضاً على أنها أسست فتأسست فهو فيه شيء من المجاز نعم ملكي أم ملكي؟ كأن القياس في الأصل هو ملكي لكن الصرفيين قالوا القاعدة في هذا كل ما كان على وزن فعل كملك ونمر أو فعل كدئل أو فعل كإبل كلها بفتح الوسط للتخفيف لأن الفتح أخف فنقول ملكي ونقول نمري ولا نقول ملكي ولا نمري جميل نعم النسبة إلى الرياض رياضي والنسبة إلى الرياضة رياضي كذلك كيف نفرق بينهما؟ أسألك لدينا في الفقه الذمي والحربي كيف نفرق بين الحربي بمعنى المحارب والحربي المنسوب إلى القبيلة؟ ستقول بالسياق نعم نعم وهذا بالسياق والقرائن حينما تقول الرياضي وأنت تريد الرياضة السياق والدلالات الحالية والمقالية هي التي تعين المراد وإهمال السياق والقرائن هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الخلط واللبس وها هنا نتذكر ولا ننسى كتابا نفيسا اسمه دلالة السياق لزميلنا الدكتور عبد العزيز الطلحي الذي وافاه الأجل قبل أيام رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه آمين وهكذا مثلا إذا جئت بلفظ مشترك أن تقول هذا خال والخال له معاني تزيد على العشرين وأو قلت هذه عين والعين لها معاني تزيد على العشرة نعم وأو قلت هذه عجوز والعجوز لها معاني تزيد على المئة وهكذا إذا عزلت اللفظ عن سياقه ربما أفهم معنى آخر باطلا ولا علينا استطرادا هنا أن نذكر طرفة لها علاقة بالسياق وبالحربي أيضا الذي ذكر آنفا هناك مقطع شاعة لأستاذ يدرس مادة الفقه قرر فيه حكم الشريعة في الحربي الحربي الذي هو المقاتل المحارب نعم وكيف يتعامل معه اقتطع من كلامه قوله الحربي يقتل والحربي كافر ولا يمكن أن يكون الحربي مسلما طبعا هو يعني المحارب المعادي ولا تسأل بعد ذلك عن التعليقات الضاحكة والغاضبة لأنهم فهموا أن الحربي أو بعضهم فهم المراد ولكن أراد التنكيت هنا ولا تسأل أيضا عن كثرتها وهذا الاقتطاع مع أنه طرفة لكنه أفادنا في التنظير وتوظيف الطرف كنوع من أنواع التحف جميل هل ورد التأسيس في القرآن؟ ورد الفعل الذي يكون هذا مصدرا له وهو أسس وأسس قال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وقرأ أفمن أسس هكذا أسس فهذا اللفظ موجود في القرآن الكريم وقد أسس المملكة بحمد الله على تقوى من الله ورضوان دينها الإسلام وعقيدتها التوحيد ورأيتها الشهادتان ودستورها القرآن لهذا كانت دعائم التمكين فيها قائمة وستبقى بإذن الله تعالى دولة محفوظة دولة التوحيد والعز والعدل والحكمة والحزم والقوة والسلام آمين